على حكومة الوفاق القدومة إلى قطاع غزة لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فوراً هكذا كانت الدعوة الموجهة من حركة حماس إلى السلطة الفلسطينية في رامالله في بيان أعلنت فيه حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة وكذا موافقتها على إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة الحركة قالت في بيانها إنها على استعداد لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح بشأن آليات تنفيذ اتفاق القاهرة الموقع عام 2011 وملحقاته وموافقتها كذلك على تشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه كافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على الاتفاق إعلان حماس يأتي وفق بيانها استجابة لجهود مصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام جهود ثمنتها قيادة الحركة مؤكدة حرصها على تحقيق أمال الشعب الفلسطيني بتحقيق الوحدة الوطنية الأمر الذي لاقى ترحيبا على المستويين المحلي والدولي المبعوث الأممي نيكولاي ميلادينوف أعرب عن ترحيبه بإعلان حماس داعيا لاغتنام تفاهمات القاهرة وحل أزمة كهرباء غزة وتراجع عن الإجراءات العقابية بحق القطاع فيما رحبت حركات المقاومة الفلسطينية بالإعلان مطالبة الرئيس محمود عباس بمقابلة ذلك بإصدار قرار ترفع به الإجراءات العقابية عن أهالي القطاع مؤكدة أن طريق المصالحة والوحدة لا مفر منه كونه ذخيرة استراتيجية لمواجهة الأخطار التي تتعرض لها القضية من قبل من يريدون إنهاءها والإجهاز عليها لصالح المشروع الصهيوني مطالب أبدت حركة فتح تجاوبا معها فأعلنت أن الأيام القليلة القادمة ستشهد خطوات عملية لبدء حكومة الوفاق الوطني أعمالها في غزة كما تشمل حركا مكثفا عبر محادثات ثنائية مع حماس يعقبها محادثات تشمل كل الفصائل الفلسطينية تمهيدا لإنهاء الانقسام